بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم تفسير الأحلام وتفسير منام اليوم أن رجلا رأى في منامه أيوب عليه السلام رأى نبي الله أيوب عليه السلام فما تفسير هذا المنام بسم الله الرحمن الرحيم تفسير منام رأى نبي الله أيوب عليه السلام أنه يبتلى يبتلى عن يختبر يبتلى في نفسه في أهله في ماله في نفسه في ماله في أهله يبتلى في نفسه يصاب مثلا بمرض شديد يبتلى في أهله أن زوجته مثلا تفعل فعلا مشينا أو تصاب أيضا بمرض أو كذا وكذا وكذا يصاب في ولده أيضا أن ابنه يموت أن ابنه يفارقه أن ابنه يقتل يصاب في ماله ينصب عليه ينصب عليه أحد يأخذ منه ماله يضع ماله في مشروع مثلا ثم يفشل هذا المشروع يخسر ماله هكذا الأمور المعددة التي تحصى في المجتمع يبتلى في زوجته أن زوجته تخونه مثلا ثم الله سبحانه وتعالى يعطيه ما فقد منه ثم يضاعف له ذلك يعطيه أفضل ما أخذ منه ويضاعف له ذلك ويكأنه يعطيه مثلا زوجة صالحة ترضيه عما فته يعطيه زوجة تنجب له أولادا خيرا ممن سبقوه يعطيه مثلا مالا أكثر بكثير مما أخذه مضاعف مما أخذه ثم فنقد منه وابطلي فيه واختبر فيه يعطيه ولدا صالحا يعطيه أهلا صالحين يشفيه الله سبحانه وتعالى من مرضه الذي أصيب به هكذا ما الدليل على هذا الكلام الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال على نبي الله سبحانه وتعالى أيوب ووهبنا له أهله بعدما أصيب من المرض الذي أصيب فيه ثمانية عشر سنة 18 سنة هو مصاب ووقفت بجانبه امرأته بوفاء شديد فبعدما ابطليه بثمانية عشر سنة عفاه الله سبحانه وتعالى وقال ووهبنا له أهله ومثلهم معهم أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب هذا تفسير المنام ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب في سورة صاد هذه الآية طيب ما تفسير منام مرأى نبي الله سبحانه وتعالى أيوب في منامه وفي نومه أنه يختبر في نفسه في أهله في ولده في ماله ثم يعافيه الله سبحانه وتعالى من هذا الاختبار وهذا الابتلاء ويضاعف له ما فانقده ويعطيه أضعاف ما فانقده ويعافيه الله سبحانه وتعالى كما حدث مع نبي الله سبحانه نبي الله عليه السلام أيوب قال الله سبحانه وتعالى عنه ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب انتهى تفسير منام اليوم ولكن الابتلاء لا ينتهى من المجتمع ولا ينتهى على المؤمنين قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم تكره هكذا ألف لام ستة حركات وستة حركات وحركتين في المنتصف ألف لام ميم ستة وستة وفي اتنين حركتين أعيدهم تاني عشان لي بيكره ألف لام ميم غلط أكن ألم غلط ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يعني هم لا يختبرون ولنقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن يختبر المؤمن حتى يعلم ما به من الإيمان الله سبحانه وتعالى يعلم ما به منه ولكن يريد من العبد أن يرى صبره يرى صبره ويرى رضاه على ما اختبره الله به على ما أصابه الله سبحانه وتعالى به وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله سعد سعد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أشد الناس بلاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل حتى يبتلى العبد على قدر دينه فالابتلاء لابد منك من صبر ورضا عليه فإن صبرت على اختبار الله سبحانه وتعالى فلك الثواب ولك الجزاء الجميل وسيقع ما فرضه الله وما كتبه الله وما قدر الله عليك وإن لم تصبر فسيقع ما قدره الله سبحانه وتعالى عليك ولكن لك العنقاب فعلى إيه؟ الأفضل أن تصبر على ما اختبرك الله سبحانه وتعالى به ولا تقول لماذا أنا؟ أو تقول إذا كنت من المؤمنين أو كنت من الصالحين فعلت العفعال الصالحة يختبرني الله سبحانه وتعالى فإذا لا أفعل هذه الأفعال خطأ سيبليك الله سبحانه وتعالى ويعاقبك الإنسان اللي مش صالح الإنسان اللي بيمشي في سكة خاطئة في سكة شمالية في سكة لا ترضي الله سكة شيطانية ويترك العبادات ويفعل ما حرمه الله عليه يعاقبه الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة ولكن العبد إذا كان من المؤمنين من الصالحين من المخلصين من التوابين الأوابين من أصحاب اليمين فالله سبحانه وتعالى يختبره في دنياه فإن صبر وقع ما انقدره الله وأخذ الجزاء الجميل الوافر وأدخله الله سبحانه وتعالى بإذنه في جنة الخلد يوم القيامة فالعبد عليه أن يصبر عليه أن لا ينظر لما بعده هناك من الناس من ينظر يقول لماذا لم يختبر الله سبحانه وتعالى هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء أنت لا تعلم ما بداخلهم الله سبحانه وتعالى اختبرهم بحزن في قلوبهم اختبرهم بفقدان الأحبة اختبرهم بالفقر اختبرهم بكذا ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهتدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الراضين بقضاء الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بكل خير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من البلاء ومن الابتلاء ومن الغم والهم والحزن والقرب والمصائب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل علينا حياتنا ولا تنسى في آخر المطف أن تضغط على كلمة اشتراك حتى يصل لك كل جديد فإن الوسيلة الوحيدة أن أوصل العلم إليك هي أن تضغط على كلمة اشتراك في أسفل الفيديو الآن وإذا أردت أن يستفيد الآخرين بموجب قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فعليك أن تضغط على كلمة الأعجاب وإن لم ترد الاشتراك أو ترد الإعجاب فعليك أن تدعو لنا دعوة تدعو لنفسك أولا ثم تدعو لنا دعوة لعل الله سبحانه وتعالى أن يغير بها حياتنا وحياتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين موسيقى موسيقى موسيقى